استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء حيث قال عبدالغفار إن صناعة الدواء في مصر حققوا نجاحات عديدة في أوقات شهد فيها العالم أزمات طاحنة وعلى رأس هذه النجاحات ما تحقق خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة حيث تمكنت شركات الدواء المحلية من سد احتياج الدولة المصرية من أدوية علاج فيروسي حتى تحقق الحلم بحصول مصر على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية في السيطرة على هذا المرض الذي ظل متوطنا في مصر لعشرات السنين ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير أهمية حصول المريض على الدواء السليم المطابق لمعايير منظومة الصناعات الدوائية المحلية والعالمية والتي تمس بصفة مباشرة صحة المواطن